زي اكو عامليني يا رب الجماعيكم بخير هنعمل ايه لو في وجود هناك عنف لفظي او بدني بين الابوين يعني الاب بيدرب الام او بيجتمها وبيبهدلها طبعا دي حاجة بشعة جدا بالنسبة للطفل وخصوصا انه في مرحلة النمو اللي هي السنوات عمره كلها ده بيأثر عليه مش في مرحلة النمو بالعكس ده بيأثر عليه على مدى عمره كله الطفل ده بيشعر بالضيق والغضب من الطرف المعتدي اللي هو بيدرب او بيهين او بيجتم او بيقول الفاظ بزيئة وكمان بيدايق او بيصعب عليه الطرف التاني اللي هو بيلقي اللوم على الطرف الضعيف انه هو ساكت ومش عارف ياخد ايه ياخد حقه طبعا ما بيقدرش يقول الكلام ده وعكس ما بنتوقع ان الطفل اللي بيتربى فيد بيمارس فيه جوانب العنف دي ان الاب بيضرب الام او بيجتمها او بيبهدلها او بيهنها بفطرته هو رافض طبعا لسلوك الطرف العنيف المؤذي وكاره لسلوك الطرف الضعيف الخانع فهو مستحيل ان يقوم بتقليد اي منهم لا الامر الكارثي بقى او الحاجة الكبيرة قوي ان معظم هؤلاء الاطفال اللي هم تربوا ببيت فيه عنف لفظي او بدني بين الابوين بيجبروا وبينتهجوا احد السلوكين وفيه منهم بياخد السلوك ده شوية والسلوك ده شوية ممكن يبقى دور الطرف المعتدي القوي اللي بيمتلك القوة وممكن يعيش دور الضحية الضعيفة المقهورة تمام واحيانا بيتنقل بين الحاجتين تمام على مدى سنوات عمره ماشي حتى لما بيجبر وبيبقى شاب عائل وفاهم وبيقدر يميز الصح من الغلط تمام مش بيقدر يمحي الزكريات السيئة اللي شافها في البيت تمام اللي تقررت قدامه لسنوات طويلة اللي تقرر قدامه ان امه بتتضرب اللي تقرر قدامه ان امه بتتشتم اللي تقرر قدامه ان امه بتتهان وبيتمسح بيها الارض وتقوم بتعمل كل حاجة تمام بيعاني لما يكبر من اضطرابات نفسية في المستقبل زي التوتر زي الاكتئاب واوقات كتير منهم بيلجأ للأسف للإدمان وبيبدأ ده من مرحلة مراهقته يبقى ان يكون فيه عنف لفظي او بدني في البيت ده تهديد صريح لطفل بدون مستقبل تهديد صريح لطفل مريض نفسيا تهديد صريح لطفل مريض تهديد صريح لطفل مدمن تهديد صريح لطفل بعد كده لما يكبر يبقى بيمارس الاعتداء بالنسبة له هو شايفه حاجة مشروعة ومحدش يقدر يعمل معايا حاجة لان انا تعودت على ده او ان هو بيعيش دور الضحية وان الناس بتعتدي عليه ومش هيقدر يرد لان هو بياخد احدى الحالتين حالة الاب اللي هو ذات القوة او اللي بيمتلك الدور المعتدي على الام او حالة الضحية اللي هي الام اللي هو شافها في سنوات عمره كلها ويا بتتهان وبتهزق وبتضرب وما بتقدرش ملهاش رد فعل فدي من الحاجات المهددة جدا للاطفال تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة